موسيقى يؤكد منتد الثلاثاء الثقافي على أهمية دور الكتابة والتأليف في العملية الثقافية معنا هذا المساء توقيع كتاب إلى الكاتبة الجميلة زينب مؤيد الحائق طالبة في المرحلة المتوسطة بدأت الكتابة منذ السادسة من عمرها تمتلك قدرة على صياغة القصص ولديها خيال خصب وقدرة على الرسم قارئة متميزة وحافظة لثماني أجزاء من القرآن الكريم حاصلة على عدة جوائز من بينها جائزة القطيف للإنجاز وأولمبيا التصميم الفني من مؤلفاتها الأقلام الضائعة التسامح نصف قلب أصابعي تتحرك الألعاب المباثرة أجمل يوم نرحب بها ونستمع إلى كلمتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن هنا بدأت الحكاية أنا زينب وولدت لأكتب أنا نثر بسيط من أمة إقرأ بدأت حكايتي عند نقطة الوصول الكتب كانت ملجأي ورفيقي الأول تهديني من نبع معرفتها وتأخذ بيدي فأرتحن معها إلى عوالم مختلفة ولكن ماذا لو كنت أنا اليد التي تكتب كنت أنا اليد التي تأخذ واليد التي تعطي اليد التي تهدي المعرفة من هنا ولت وافتتحت عيني على محيطي الأول كنت لا أزال في السادسة من عمري ولكن الأوراق كانت تفيض من أبجتيتي بدأت أكتب وأكتب إلى أن أصبحت الكتابة جزءا مني أصبح اسمي شاعريا جدا ويداي أيضا وحتى قلمي أصبحت الكتابة كظل الذي لا ينفك عني حتى وإن غابت شمس النهار هناك نور آخر يمدني بطاقة تأخذني إلى عالم بعيد حيث الحروف تتشابك وتتناثر دون توقف وما كانت لتكمل لغتي دون كتاب الله جل وعلا فهو أساس لغتنا وقد أتممت منه ثمانية أجزاء ولا أزال أنوي ختمه نون والقلم وما يسطرون بدأت بقصص لا تزال مني ولكن الأجدر كانت دانا والبلاستيك تتكنم عن المشكلة البيئية التي نواجهها في هذا العالم وتهدد كثير من الحيوانات على كوكب الأرض وكيف أنني حاولت أن أرسل هذه الرسالة للأطفال عن طريقها أليس العالم من مسؤوليتنا ألسنا نعيش فيه أوليس موطننا وأهلنا إذن كل هذا من واجبنا وحب ذال نشرنا العلم عنها أنا هنا لأكتب ولدت لتفيض ورقتي من الأبجدية لتحزن الرواة بطلة مأساوية وتفرح الانتصارها لتكون أكثر بهاء بقافلة شعري الكتابة أمي وأبي وملجأي I would like to share this with you Show me a family of readers and I'll show you the people who move the world وفي النهاية أشكر والدي لدعمهم وصبرهم وتشجيعهم لي فهم أساس النجاح ومحظن البذرة كما أشكر أسرتي ومدرستي ومعلماتي وكل من دعمني وداران نشر مكتبة نقش وبسطة حسن فهم الراعي الأساسي للقصة وبفضلهم ولدت قصة دانا والبلاستيك لتكون كتابا يقرأ بيد كل طفل وبيد كل مربي كما أنه لشرف لي اليوم أن أشكر جميع القائمين على منتدى الثلاثاء الثقافي من قادة وأعضاء لجميع كرمهم وذوقهم الرفيع وتشجيعهم أبناء وبنات الوطن الحبيب دمتم مشعلا للعلم والمعرفة ورمزا للتضحية والعطاء